هنلوح لكرة السلة سيدات كرة السلة سيدات انبارح كان عندهم مباريتين في صالة الدكتور حسن مصطفى المباراة الاولى كانت مع المرتبط بقيادة كابتن ماجد سلامة وحول ونجح ان يحول التأخر كبير جدا كان مع نادي سبورتينج وصل لفترة في البداية الـ 15 و 16 نقطة الى فوز في النهاية ففوزنا المباراة الاولى في المرتبط دخلنا على المباراة التانية للأسف لم نوفق ونادي سبورتينج فاز 10 نقاط على النادي الق Heroes ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات كل قاتية انه حتى الان ما فيش فريق قدر يفوز او يقدر يحسم اللقاء او يقول اسهم يعلي يمكن نادي سبورتينج قارب شوية ليه نادي سبورتينج قارب شوية؟ لانه فاز بالكبار الكبار بياخد 3 نقاط والصغار بياخد نقطتين هنروح للإحتمالات اللي جاية لو نادي سبورتينج زغائرين فاز برضو نادي سبورتينج كبار محتاجين يفوز طب لو نادي سبورتنج الزغيرين خسر احنا كمان محتاجين نفوس نفوس بفارق اكتر من عشر نقاط خلي بالكو انت يعني تاني نادي سبورتنج الزغيرين فازوا بس مش هبقى فيه ماتش فاصل هو هيبقى فيه فارق سكور طيب احنا هنا احنا هنا بنتكلم على الفاينال غير الادوار التمهيدية التمهيدية لو تعادلنا بناخد فارق السكور ما بين الفريتين الكبار هنا لا هنا يبقى فيه ماتش فايصل لو تم التعادل في النقاط مش هناخد فرق سكور هناخد هناخد نعم نروح لمباراة فايصل هنروح لمباراة فايصل طيب الاحتمالات كلها وردة اه كلها وردة بس فريقنا الكبير مطالب انه يفوز ما عندوش احتمال تاني لقدر الله لو الفريق الصغير خسر والفريق كبير كده كده الفريق كبير لازم يكسب لازم يفوز لان لو سبورتنج فاز المباراة الكبار انتهى الامر فانت النهاردة احسب اللي انت عايز تحسبه وهاتها يمين هاتها شمال لازم الفريق الكبير يفوز وبعد كده هنتكلم وبعد كده هنتكلم فانما مباراة الفريق الكبير للسيدات ما فيهاش احتمال طبعا كابتنتاري خيري اتكلم مع اللعبات مبارح توصلت انا مع الجهاز قال له منسوا المباراة احنا بنلعب بستوفت اوفت تعتبر فانت وارد تخسر مباراة الاولى وارد تكسب المباراة اللي بعد كده وارد تكسب مباراة اللي بعد كده ما فيش اي قزمة خالص فريق المرتبط بتاعنا كويس ادينا هدية بالفوز يعني الحالة كان هيبقى صعب جدا لو فريق المرتبط خسر ولكن هو اديك فرصة لساكند شانس فالدنيا والاعصاب هادية ما فيش مشكلة ولازم عشان ناخد البطولة لازم نكسى وزا ما قلنا ان مباراة السيدات وتوقعنا ده في الحلقة اللي قابلية ماتشاط السيدات السنة دي مش هكون بسهولة بمكان زي السنة اللي فات فريق سبورتينج دعم فريقته بشكل كويس الفرقة بتاعت سبورتينج اكوا كتير عندها استابيريتي كويس جهاز فني مستقر من السنة اللي فاتت فالماتشاط مع سبورتينج مش هكون نزهة هكون مباراة صعبة جدا بالرغم ان فريقتنا مدججة بالنجمات ولكن سبورتينج فريق محترم وله تاريخ وفرقة بطولة وده اللي ظهر في المباراة اللي فات كابتن طريق خيري مركز مع الفريق اه مركز في اداء الفريق اه نتمنى لهم كل التوفيق بكرة ان شاء الله احنا مش هنزيع المباراة بتاعت بكرة ولكن ان شاء الله باذن الله هنكون يوم الجمعة مع فرقتنا وزا مرتاحاتكم احنا بقدر الاستطاعة بنكون موجودين مع فرقنا في كل مكان وده حاجة حرصت عليه قناة النادي الاهلي وادارتها منذ البداية ان احنا نكون مع ابطلنا في كل مكان ونحاول نكون يعني في قلب الحدث مع ابطلنا في النادي الاهلي